التقاطع المتداخل هو نقطة التقاء طريقين فرعيين مع طريق رئيسي ولكن بطريقة غير متواصلة تعتبر التقاطعات أصعب من غيرها لأنها تتطلب منك تخطيط مسارك بشكل مختلف لكنها أكثر أماناً أحياناً لأنها تجبر السائق على تخفيف السرعة وتفقد المركبات القادمة قبل دخول الطريق الرئيسي عندما تكون مقترباً من طريق رئيسي يتقاطع مع طريق آخر فرعي على يسارك اتبع خطوات نظام التحكم بالمركبة وما أن تقرر بأن العبور آمن إن عطف إلى اليسار مع البقاء على الجانب الأيمن من الطريق تفقد المرايا وقم بالإشارة إلى اليمين لمغادرة الطريق بأمان عند التقاطع المقصود أما إذا كان الطريق الفرعي الثاني على اليمين وبعد أن تدخل الطريق الرئيسي اقترب نحو اليسار من دون أن تتجاوز خط المنتصف حتى تخفف من احتمال عرقلة حركة السير من خلفك لا تتسرع في إكمال هذه المناورة لخطورتها حتى وإن تسببت في إيقاف بعض المركبات تأكد من أن الطريق آمن للعبور وانطلق نحو المخرج المقصود تذكر أن هذه العملية تعتبر مناورتين منفصلتين وتقع على السائق الجيد مسؤولية تحديد التصرف المناسب للتعامل معها بشكل آمن وبحسب ظروف الطريق